أعطيكم ألف عافية وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون من الحلويات الباردة اليوم رح نعمل مع بعض حلاء دوار الشمس أو بحكولوا كمان حلاء عباد الشمس هاي الوصفة من الوصفات الجدا شهية طريقة شغلها كثير ممتعة وبنفس الوقت ضيافتها كثير مرتبة تابوها ماي وتعالوا نشوف طريقة العمل في البداية هون رح نحضر لطبقة الأولى رح نحتاج بسكوت الداجستف أكيد ممكن تستخدموا أي نوع بسكوت خالق أنتو بتكم إياه كمية البسكوت اللي استخدمتها بالوصفة هي 210 جرام هلو هون بنزل البسكوت حتى أطحنه رح حكي في حال مش متوفر عندكم بسكوت الداجستف ممكن تستخدموا بسكوت الشاي العادي بس حتى تأخذوا طعم مميز لازم هون استخدم بسكوت الداجستف بطحن البسكوت حتى يصير معي مثل البودرة وبنزل هون 50 جرام من الزبدة برجع كمان هون بطحنهم مع بعض حتى يشرب عندي البسكوت الزبدة بنزلهم بصحن بحاول شوي أفرد البسكوت حتى أوزعوا بورق الكبكيك رح استخدم هون صنية الكبكيك بتساعدني بالشغل ورح نحتاج هون ورق الكبكيك بالنسبة للنوعية ممكن تستخدموا أي نوعية أنتو بتكم إياه بس المهم إنه تكون المسافة الجوة ورق الكبكيك شوي تكون منيحة في أنواع من ورق الكبكيك بتكون المسافة فيها شوي كسيرة هون رح أحط معلقتين صغار بكل ورقة وبعدها رح أرص كثير منيح أنا استخدمت هاي الأدام في حال مش متوفرة ممكن تستخدموا أي كاسة عندكم في البيت وترصوا البسكوت فيها هيك عندي الطبقة الأولى صارت جاهزة بدخل الصنية لفريزر وهلا هون رح أحضر للطبقة الثانية رح نحتاج هون كاس من حليب البودرة نصف كاس من السكر ورح نحتاج كمان هون كاس من لبن الزبادي بالإضافة إلى ثلاث ملاقق كبار مليانات من الجبنة في حال مش متوفر عندكم الجبنة السائلة ممكن تستخدموا جبنة المكعبات حتى ثمن حبات من الجبنة رح نحتاج كمان هون معلقة ونصف من الطحين ورح أستخدم بالوصفة هون بسكوت الأوريو ممكن تستخدموا أي نوع بسكوت بس أنه هون رح أستخدم بسكوت الأوريو رح أشيل الحشوة الموجودة جو البسكوت ورح أنزلها مع الخلطة كمية البسكوت الأن استخدمت هون تقريبا 15 حبة على عدد الكبكيك من الباكيت الصغير هذا أنا احتاجت ثلاث باكيتات بخلطهم كثير منيح مع بعض هون المدة خفقتهم خمس دقائق حتى تتجانس عنا كل المكونات منوزع الخلطة حاولوا هون نتعبوا ورق الكبكيك لحد ثلاث ارباع الورقة لازم تعملوا مسافة حتى نحط الطبقة الثالثة هيك عندي الصينية جاهزة هلو هون رح أدخلها الفرن طبعا هون مندخلها على أوطى درجة بالفرن ونشغل الشوايا من فوق الشوايا لازم تكون على أوطى درجة كمان حتى تجمد الطبقة طبعا هون حاولوا انها ما تتحمر معكم او تأخذ لون بس المهم انكو لما تطلعوها من الفرن انها تكون معكم الطبقة جامدة هيك عندي اول ما اطلعتها هلو هون رح اوزع البسكوت زي ما حكتلكم ممكن تستخدموا اي نوع بسكوت انتو بدكم اياه المهم انه يكون لون البسكوت شوية غامق السنية عندي جاهزة بخليها على جنب وهلو هون رح احضر للطبقة الثالثة بالنسبة للطبقة الثالثة هون رح نحتاج كاستين من الماء ورح نحتاج كمان هون ضرفين من الكريم كراميل عنا الغاز هون طبعا طافي هلو هون رح اشغله بكون عنا على العالي نستمر هون في التحريك في البداية حتى اتأكد ان الكريم كراميل عندي ذاب تماما وبعدها كل شوي منحرك حتى يغلى على الخليط لازم يغلى هون كثير منيح تركته يغلى مدة دقيقتين وبعدها بلشت اوزعه طبعا نحوط كمية لازم نعبي ورقة الكبكيك كلياتها هكا عندي الصينية جاهزة بتركهم يبردوا بدرجة حرارات المطبخ بعدها بدخل الصينية الثلاجة بالنسبة للثلاجة هون طبعا هون بعد ما طلعت من الثلاجة تركتهم مدة اربع ساعات لازم يجمدوا عنا كثير منيح وممكن كمان تعملوهم قبل بيوم وتقدموهم ثاني يوم سوف أعكي بالنسبة لورق الكبكيك طبعا هي استخدموا هون وصفة ورق الكبكيك حتى نخذ شكل دوار الشمس هذه الوصفة ممكن استخدموها بأي قالب انتو بديكم إياها ممكن تستخدموها بقالبة تعملوها بالقالب الباييركس الحجمي الوسط بس حكيت لكم احنا نستخدم هون ورق الكبكيك حتى نخذ شكل دوار الشمس ما شاء الله طعمها بجد رائع وطريقة تحضيرها جدا ممتعة وصفتنا لليوم هي من الوصفات السهلة والحلوة بتمنى كثير انها عجبتكم وبتمنى كمان ان الفيديو عجبكم ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها تفعل زر الجرس حتى يصلكم جديد القناة ويعطيكم الف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة معكم على طشمان من قناة أطيب الوصفات يومي ترجمة نانسي قنقر